موسيقى موسيقى في أحدث تقرير للجنة الوطنية انتهاكات ومرتكبوها مما صير هذه التقارير؟ هل ستساهم في حفظ حقوق الضحايا؟ وما هو السبيل لإقاف الانتهاكات والعبث الذي تمارسه مختلف أطراف النزع؟ موسيقى أهلا بكم تتسع دائرة الحرب وتتعدد الانتهاكات ويسقط المدنيون كل يوم بين قتلى وجرحة ومن لم تستدفه المواجهات يعش ما تبقى من أيام حياته في المعتقلات والسجون السرية لألاقي مختلف أنواع وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي هكذا يتجرع اليمنيون ويلات القتال منذ أكثر من أربعة أعوام في بلاد يعاني مواطنوه الفقر المطقع والمجاعد والنزوحة والأوبئة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاة انتهاكات حقوق الإنسان أطلقت التقرير الدوري السادس عن أعمالها والذي رصدت فيه أبرز الانتهاكات على يد أطراف النزاع الرئيسية في اليمن التقرير وفي ملخصه إحصاء لانتهاكات التي ارتكبتها ميريشيا الحوثي في مختلف المحافظات بالإضافة إلى انتهاكات التحالف وفصائل تتبعه وركز في توصياته على الدعوة لإيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون أي مسوغ قانوني حينما تتسع جغرافيا الحرب وتضعف الانتهاكات ويسقط الأبرياء يصبح السلام حلما بعيد المنال هكذا هي حرب اليمن وهكذا هي الحالة الإنسانية فيها عشرات الأبرياء يسقطون بشكل يومي بين قصف للحوثيين وغارات التحالف أو نتيجة الاشتباكات بين الفصائل المسلحة الأخرى ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تصادر الحريات وتمتلئ السجون بالأبرياء وسجناء الرأي اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفي تقريرها السادس الذي يغطي أعمال الرصد والتحقيق منذ نهاية العام السابق وحتى بداية العام الحالي رصدت ما يزيد على ثلاثة آلاف حالة ادعاء بالانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية الحالات التي شملها التقرير توزعت بين قتل المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام والاعتداء على الشخصيات الثقافية بالإضافة إلى استهداف المنشآت والطواقم الصحية والتهجير القصري وحصار المدنيين وكذلك منع وصول المساعدات إليهم التقرير لم يرصد فقط الانتهاكات نتيجة المواجهات في مناطق القتال الممتدة بل وأيضا المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتمثلة بالقتل خارج إطار الدولة والاعتقال التعسفي بالإضافة إلى الإخفاء القسري والتعذيب وكذلك الانتهاكات المتعلقة بقصف طائرات التحالف والطائرات الأمريكية من دون طيار ولأول مرة يشير التقرير بوضوح إلى أن تعدد الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم خضوعها لقيادات محادة مثل سببا رئيسا في حدوث الكثير من الاختلالات الأمنية والمواجهات المسلحة في المناطق المحررة التوصيات التي خرج بها التقرير ركز على ضرورة إيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في كافة المعتقلات والسجون التابعة للجهات المحسوبة عليها وإغلاق جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية تتصاعد العمليات القتالية إذن عاما بعد آخر بعد أن تحولت معظم المناطق اليمنية إلى أرض غير صالحة للحياة نتيجة استهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية وهي جرائم حرب تعدد مرتكبوها ولم تتوقف منذ ما يزيد عن أربع سنوات جدد ترحيبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل يمني كما أرحب بمن تنظم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تعز سيدة إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الإنسان أهلا بك سيدة المقطري دعينا نبدأ إذن باستعراض ملخص لأبرز أعمال اللجنة خلال هذه الفترة ما بين أغسطس إلى نهاية يناير 2019 فترة التي شملها التقرير الصادر قبل ثالثة أيام مرحبا بك وقيه وشكرا لك وعبرك لكافة طاقم قناة بلقيس لتركيزهم على الشق الحقوقي في اليمن وتقرير اللجنة الوطنية على وقه الخصوص بالنسبة للتقرير هو يغطي كما هو يعني معروف يغطي ستة أشهر الماضية وهي من فترة آخر تقرير صدر 1 أغسطس 2018 حتى 31 يناير 2019 وحاولنا في هذا التقرير توضيح بشكل أكبر للرأي العام وللمهتمين في ملف حقوق الإنسان في اليمن بأن اللجنة خلال هذه الفترة كتفت جهودها لا سيمة بعد صدور قرارة في مجلس حقوق الإنسان في الدورة التاسعة والثلاثين الذين أكدوا على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية في أعمال التحقيق للوصول إلى الضحاف في كافة محافظة الجمهورية خلال هذه ستة أشهر ليس ما جاء في تقرير هو كوافة أعمال اللجنة ربما كانت تقرير أعطى شق أكبر بلا شق الإحصائي لكن لدى اللجنة كانت عدد كبير من الأنشطة الإقرائية الأخرى التي حرصنا على أن استكمال بقية إطار العمل التحقيقي أو العمل القانوني بأن تكون هذه الإحصائيات والأرقام التي قامت بالتحقيق فيها بأن تتحول إلى ملفات قانونية فعلية والبيد بتهيئة القضاء الوطني عن طريق عقد قلسات تعريفية وتأكيدية للقضاء ولكافة مؤسسات إنفاذ القانون بضرورة البيد بمحاكمة انتهاك منتهية حقوق الإنسان وخصوصية هذه المحاكمات بالنظر والاستفادة من تقارب الدول الأخرى التقرير ركز ربما على تفاصيل مهمة ليس فقط كما ذكرت مسألة الرزو مسألة التوثيق مسألة التحقيق مسألة النزول الميداني مسألة الوصول إلى مناطق جديدة عبر الباحثين والأعضاء المحاكمة المساعدين الدخول بشكل مباشر إلى مديريات في حقه على وجه الخصوص وفي محافظة الحديدة وإضافة إلى مديريات في القوف وفي المحويت وعمران لهذا ربما نرى بأن مثل هذه المقالات مثل هذا الوصول مثل هذا التوسع كان من المهم أن يتم توضيحه لتطمين الضحايا وتطمين المهتمين بملفات حق الإنسان بالشق الآخر أكدنا ووضحنا بأن هذه قاعدة البيانات الآن يتم استكمالها بشكل كبير للاستفادة منه بعد ذلك أو في حتى هذه المرحلة في مواضيع العدالة الانتقالية عبر حفظ هذه السجلات بقاعدة بيانات داخلية وإرشيف إلكتروني داخلي وسرفرات داخلية في القمهورية إضافة إلى سرفرات خارقية ضمانا لحق الشهود وضمانا لحفظ هذه الذاكرة تقرير ربما قاء تقريركم يعني عن تقرير اللقنة قاء يوضح عدد من الإحصائيات لكن كما ذكرنا الأرقام التي ذكرتها قزء ضئيل بالفعل نرى بأن تقرير الرقول السادس وما سبقه من تقرير خامس وتقرير السجول نراه نقطة ضو ونقطة قوية بالنسبة لنا بأننا أظهرنا حقيقة انتهاكات جديدة ظهرت في الجمهور الإيمني ما هي أبرز هذه الانتهاكات ربما وصلت إلينا يعني ما هي أبرز هذه النقطة الجديدة ربما في السياق الاجتماعي نعم أبرز هذه الانتهاكات الجديدة التي ربما وصلنا إليها أكثر ما وصل إليها غيرنا وبطرق مباشرة وما ذكرناه في السياق نقول الأمني هو مسألة الاستهداف النساء اليمنيات بشكل رئيسي عن طريق عمليات الاعتقال وحيث تم مقابلة عدد منهن عبر الراصدات والباحثات في محافظة صنعاء وأيضا منهن الذين استطعنا الهرب والوصول إلى محافظة عذن أيضا التأكيد على أن هناك أصبح انتهاكات حقيقية تحقق فيها اللقنة في موضوع حصار وتقبيع المدنيين وإعاقة وصول المساعدات بشكل كبير وهذا ربما بالنسبة لنا هي طبعا نحن نعمل عليها منذ فترة لكن حاولنا بشكل رئيسي الدخول عبر هذه أو الوصول لهذه الانتهاكات سواء بشكل مباشر أو عبر التواصل مع المنظمات الدولية التي تعمل عبر هذا الشق كان هناك تواصل مباشر مع اللقنة الدولية للصليب الأحمر ومع الطباء بلا حدود وتحليل بيانات والتصريحات التي صدرت عنهم وعمل مكاتبات بهذا الشأن للجهات التي تم الإشارة إليها في تلك البيانات والتصريحات لهذا نرى في هذا أي أمر آخر نحن في التقرير أوردنا 54 نموذج ومثال لملف قانوني تم الانتهام والتحقيق فيه يعني 54 واطعة 24 منها في الشقة المتعلقة بالقانون الدولي حق الإنسان و26 في الشقة المتعلقة في القانون الدولي الإنساني من ضمن هذه النماذج الأربع والخمسين واحد وعشرين واقعة أو نموذج ومثال لوقائع قامت بها القوات الحكومية وطيران التحالف والأمؤسسات والجهات الأمنية التابعة لهم إضافة طبعا إلى بقية الانتهاكات وهي الأكثر طبعا هي لجماعة النماذج كانت لجماعة الحوثي التي طبعا كانت أيضا يعني تحض نصيب الأسد في بعض الأنواع من هذه الانتهاكات الانتهاكات لا سيما في زراعة الألغام وتخزينها ونقلها وتطويرها إضافة إلى تقنيد الأطفال والتهجير القصري وتفجير المنازل إذن لو عدنا لمسألة التناسب بين ما ورد من انتهاكات وما ورد من أسماء أو جهات مرتكبة إضافة إلى أنواع هذه الانتهاكات نراه بأنه بالنسبة لنا فيه الكثير من تسليط الضوء للمشهد الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان أيضا في الأمثلة لم نحصر محافظة واحدة إنما ستجد أنه في عدد من الانتهاكات حسب تركيز الانتهاك الذي يتواجد في تلك المحافظات ستجد أن التهجير القصري أو تفجير المنازل كانت الأمثلة والنماذج الأكثر هي من محافظات صعدة وحقة والمحويت وعمران وستجد أنه في انتهاكات السداف المدنيين سواء بالقصف المدفع الأرضي أو في صواريخ الطيران هي كانت في المحافظة تشهد عمليات عسكرية واسعة مثل الحديدة وتعز والبيضاء إضافة إلى أطراف محافظة الضالع ومحافظة أبيا ولحق كانت الأمثلة من هذه المناطق الانتهاك ربما الأوحد الذي تنفرد به محافظات معينة للأسف مثل انتهاك الطيران الأمريكي لاستهداف المدنيين في محافظات البيضاء وشبوى وأجزاء من أبيا ومأرب والقوف هذا ربما كان هنا تخصيص لهذه المناطق بالتركيز على هؤلاء الضحاة وبحمد الله استطعنا الوصول هذه النتائج وهذه الأرقام ليست أرقام بيانات قداول تم فقط أخذها كما تعمل المنظمات الذي هو عملها أيضا يعني متمن ومشكور لكن كان هذه الانتهاكات الوصول إليها بطرق تحقيق معمول بها في اللقان الدولية المماثلة لللقنة الوطنية للتحقيق استطعنا كما ذكرت النزول لهذه المديرات بشكل رئيسي عبر أبناء هذه المحافظات وأبناء هذه المديريات الذين تم تأهيلهم وتدريبهم ربما آخر شيء يعني تدريب عدد من الراصدين القيدين في مديريات قبائل حقورة السبعة وهذا ربما بالنسبة لنا يعتبر نوع من التدخل القديد والذي نأمل بأن نستطيع بالفعل تغطية مثل هذه المناطق الحساسة والصعبة يعني بالفعل يعني مقابل هذا العمل توقع تحديات كبيرة يعني كل عام نستطيع نعتقد بأننا دللنا الكثير من الصعوبات وستطعنا وصول الضحايا لكن بشق الأنفس وبصعوبة ويزداد الخناق على أعمال المؤسسات سواء الوطنية أو الدولية أو الإقليمية في مسألة الوصول للضحايا وللأسف يتم التفنن في مسألة إعاقة الوصول لهذه المعلومات سنعود إلى ما واجهكم من إعاقات في سياق نعم في سياق الأعمال هذا التقرير لكن هناك نقطة أريد السؤال حولها حول مسألة التجويع المدنيين أين حدثت هذه الحالات الحالات العامة نقطة ذكرتها قبل قليل من ضمن هذه الحالات أحسنت من ضمن هذه الحالات حالة في محافظة أبي يعني تم الاستيلاء يعني وهذه تم التحقيق فيها والاستماع لشهود هذه الوقاع من المدنيين الذين بالفعل تم منع وصول المساعدات إلى مديرياتهم ربما محافظة أبنى المحافظات التي يتم التعمي أو التكتيم على حقيقة ما يدور بها من انتهاكات خصوصا وأنها محافظة تستقبل عدد من النازحين المحافظتي تعز والحديدة يعني من المؤسف جدا بأنه يتم عملية التمييز لأبناء هذه المحافظات والمتواجدين في محافظة أب وحتى لأبناء أيضا محافظة أب لكن بدرجة رئيسية للنازحين وقاع تم التحقيق فيها أيضا لهذه أيضا حوادث أخرى حدثت في محافظة صنعاء لكن ربما نقول التحقيق الذي أتذكره حتى هذه اللحظة هي مسألة الاستيلاء ومنع وصول المساعدات وإعاقتها لدينا الآن تواصل في مديريات حق للأسف بالذاتي مديريات منطقة عاهم وكشور في حق مؤسف جدا الوضع حتى هذه اللحظة ولا سيما في مسألة منع الناس هناك من الحصول على المساعدات المنع أيضا من الوصول على المساعدات الصحية ولهذا يعني ربما كان لنا لقاء قبل أسبوع مع بعثة اللقنة الدولية الصليب الأحمر أوضحنا بهذا الشأن في هذا الموضوع هم ربما أيضا شاركون هذا النقول الهم بأن بالفعل هم حريصين على مسألة الوصول إلى الناس سنعود إلى تفاصيل هذه النقاط جميعها سيدا إشراك سنعود إلى تفاصيل هذه النقاط جميعها دعينا نشرك معنا في الحوار الآن سيد البراء الشيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان الذي ينضم لنا عبر السكايب من لندن أرحب بك سيد البراء تقرير دوري للجنة الوطنية لتحقيق في ادعاء انتهاكات حقوق الإنسان ما هي أبرز النقاط التي رصدتها ما الجديد الذي وجدته وأين ترى أن التقرير كان يحتاج إلى جهود أكبر في المستقبل تحية لك وتحية للأستاذ إشراك المقتري وتحية أعتقد لكل العاملين في اللجنة الوطنية وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام أعتقد هذا التقرير هناك تقدم نوعي وتقدم ملحوظ مقارنة بكل التقارير السابقة التقرير السابق كان يعتبر في أقل يعني في تقديري الخاص كان يعتبر تقرير ممتاز ممتاز وفيه تقدم كبير ولكن هذا التقرير التقدم فيه ملاحظ الحالات التي ذكرتها مثلا الأستاذ أشراك لم تكن يعني تعطى تغطية كافية أعتقد في التقارير التقارير السابقة هناك يعني تفصيل أكبر فيما يتعلق بتعدد أوجه الانتهاكات التي ذكرت هناك تنوع في محتوى التقرير وهناك أيضا ما هي التزامات الحكومة اليمنية والتزامات التحالف التي يبدو من التقرير أنهم خالفوها وارتكبوا في عدد من المواقع انتهاكات واضحة فأعتقد من هذه الناحية يعتبر التقرير فيه تقدم نوعي الإشكالية من وجهة نظري الإشكالية أن هذه التقارير في هذه المرحلة هي تقارير نحتاجها ونحتاجها من أجل الرصد والتوثيق وتجهيز لأي مرحلة قادمة سواء كانت هناك عدالة انتقالية آلية مصالحة أي أن كانت الصيغة التي سيتفق عليها اليمنيين لكن الإشكالية الأساسية التي تواجه العمل الفقوقي بشكل عام أن مؤسسات الدولة أصلا غائبة فمهما حاولت أنك تبدع أو تنجز في أي تقارير نوعية وترصد فيها الانتهاكات بدون عودة مؤسسات الدولة تصبح قيمتها يعني خلينا نعتبر ناقصة أو تعتبر قيمتها غير كاملة على الأقل فأعتقد أن هذه هي الإشكالية الأساسية التي تواجه المنظومة الحقوقية داخل اليمن خصوصا منذ نهاية العام 2014 واستمرار حالة غياب مؤسسات الدولة والتغييب المستمر في عدد من المحافظات سيراكم من عدد الانتهاكات حتى لو كان لدينا لجنة التحقيق تتقدم في أدائها مثل ما هو الحال مع اللجنة الوطنية من ناحية التقديري أنه لا أعتقد أن حتى اللجنة دولية ستستطيع أن تضيف أكثر ما طرحته اللجنة الوطنية لأنه أي متتبع حتى محايد للمسار يتأكد أنه هناك تقدم من سنة إلى أخرى في عمل اللجنة الوطنية الإشكالية الأساسية أنا أعتقد أنه غياب المؤسسات التي تستطيع أن تقوم العمل الحقوقي أو تستطيع أن تستفيد من مثل هكذا أعمال وهو أعمال مهمة على كل حال نعم دعنا نعود إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على هذه النقطة لاحقا لكن في نقطة مهمة في سياق التقرير سيدة المقتر يعني اللجنة حررت مذكرة بحسب هذا التقرير لقاء قوات التحالف في تاريخ الثالث عشر من يناير 2019 حول 21 واقع من الوقاع المنسوبة من انتهاكات لطيران التحالف العربي أرسلت أيضا كشف آخر بتاريخ ستة واحد بعدد عشرين واقعة ادعاء انتهاكات منسوبة للطيران ما كان رد التحالف حول مثل هذه الأمور هل تعابلت الجهات المنتهكة معكم في سياق هذا التحقير أو هذا التقرير شكرا سؤال مهم لكن قبل ان ادخل فيه فقط اعرق قليلا على ما ذكره العزيز براء هو اؤكد بان بالفعل المطلب ربما الحقيقي لليمنيين الان والذي ربما سوف يعكس كافة الاعمال والنقاحة التي تقوم بها اي مؤسسة مؤسسات هي التعاون والضغط على كافة الأطور الإقليمية والدولية لمساعدة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها لا يسمى مؤسسات انفاذ القانون التي هي معنية بالأساس بحماية حقوق الإنسان السؤال حول مدى تفاعل الأطراف أو أطراف النزاع نحن اضحنا في التقرير وربما اول مبدأ اول مذكرات لكافة أطراف النزاع كان في 25 11 2015 مذكرات واحدة لجماعة الحوثي ولقوات التحالف وأيضا للحكومة الشرعية بتحديد ضباط اتصال يتم إرسال المذكرات الاستفسار بشأن الانتهاكات التي تحقق بها اللقنة بشأن ارتكابهم لتلك الانتهاكات حدث تعاون نسبي من الحكومة ومن قوات أو قهة التحالف العربي بتعيين ضباط اتصال باستلام مذكرات بالتواصل عن طريق الإيميلات بالنسبة لجماعة الحوثي تم الراد بأنهم تم استلام المذكرة لكن لم يكن هناك تعاون في مسألة الردود على هذه الاستفسارات في الشقة المذكرة تم إرسالها نحن ليست هذه أول مذكرتين يتم إرسالها لقوات التحالف أو لفريق تقييم الحوادث هو المعني هو المكلف بمسألة تقييم حوادث الانتهاكات أو حوادث سقوط ضحايا مسألة ما يعيق هو مسألة التأخر في هذه الردود نحن لدينا فترة زمنية للتحقيق في كل واقعة من هذه الوقاعة ولهذا نحن ذكرنا أيضا في التقرير بأننا بحاجة إلى سرعة في التقاوب والردود يعني ربما عدد من هذه الردود تم الإعلان عنها في المؤتمرات العامة لفريق تقييم الحوادث كما هو الرد على بقية المنظمات الغير حكومية الدولية أو مع الآليات المتحدة كمفوضية السامية وغيرها حصلنا على ردود يعني محصورة أو محددة أو خاصة باللجنة الوطنية للتحقيق لكن كما ذكرت نحن بحاجة وهذا من الضمن ذكرناه في التوصيات نحن بحاجة إلى يعني زيادة هذا التفاعل السرعة هل تختلف هل تختلف عن ما تعلنه هذه اللجنة أيضا زيادة هل تختلف الردود التي وصلتكم عن ما تعلنه عادة يعني فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف في مؤتمرات الصحفية هل كانت هناك معلومات أخرى تفصيل الغالبية هي ربما شبيهة بما يظهر في الإعلام لكن الإيقابية الأخرى بأنها يعني اضطرت أو قامت يعني فريق تقييم الحوادث بالنزول إلى زيارة اللجنة الوطنية في عدن والقلس مع بعض الضحايا الذين أشارت لهم اللجنة في تقاريرها السابقة والاستماع للضحايا بشكل مباشر النزول إلى محافظتي لاحق وعدن لمسألة المعاينة وهذا قزن الاستجابة نقول المتقدمة في هذا الشق والحديث بشكل مباشر عن طريق نحن كان فقط دورنا هو إيصال حقيقتنا هناك الضحايا وأن ما ذكر من ردود بأنها لم تقع انتهاكات بأن الشهود الحاضرين على الأرض ومسألة الضحايا الذين متواجدين بأنهم ضحايا قصف قوي وليس قصف مدفعي واقتراب هؤلاء فريق تقييم الحوادث من هؤلاء الضحايا باعتقادي كان نقطة متضورة لكن كما ذكرت نحن نأمل لكي تكون تحقيقاتنا أكثر نقول نزه وأكثر موضوعية بأن تكون هناك سرعة لكي نستطيع بعد ذلك حتى الأخذ والرد سواء مع قيادة التحالف أو مع الفريق أيضا مع الوزارات الحكومية أيضا نحن نعاني ليس فقط بعض الوزارات أيضا وبعض الأجهزة الأمنية سواء التابعة للتحالف أو التابعة للحكومة تتأخر أو ربما حتى هذه اللحظة لم تأتينا الرد منها طيب وهنا أنقل هذه النقطة إلى سيد البراء شيبان فيما يتعلق بكيفية تعاطي كل طرف وتعامل كل طرف مع مطالب اللجنة الوطنية في نهاية اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تقول أن فريق تقييم الحوادث التابعة للتحالف يتعامل لكن الحكومة يعني يأخذ ويعطي في هذا السياق الحكومة أو جهات تتبع الحكومة تتأخر في الرد والحوثيون لا يتواصلون أساسا هل هذا منطقي بالنسبة لك سيد البراء نعم أنا أعتقد أصلا الإشكالية أن الحوثيين يعتقدوا أنهم إذا تعاملوا مع اللجنة فهم مباشرة أولا يدينوا أنفسهم من خلال التواصل هي الإقرار بما ذكروا في هذه التقارير النقطة الثانية لا يريدوا أن وجهة نظرهم على الأقل أن يعطوا شرعية للجنة الوطنية فيتعاملوا أنها لجنة لا تعنيهم طبعا المثير الاهتمام أن الحوثيين ليس فقط يتجاهلوا اللجنة الوطنية بل يتجاهلوا حتى فريق الخبراء المشكل بقرار ممجلس الأمن على سبيل المثال والحوثيين أعتقد أنهم فهموا منذ وقت مبكر أنه إذا تجاهلوا التعامل مع هذه الآليات أنه في فترة معينة سيستطيعوا أن يتجاوزوها بعكس الحكومة اليمنية التي في آخر المطاف عليها التزامات والتحالف عليه التزامات كونه جهات رسمية ومهما كان يخضع للقانون الدولي وانتهاكاته تقع ضمن القانون الإنساني الدولي طبعا حتى جماعة الحوثي انتهاكاتها تقع ضمن نفس الإطار ولكن بطبيعة الحال لا يريد أن يضحو أي شرعية على على اللجنة الوطنية للتحقيق بالضبط أو على أي لجنة هذا فهم الأمر بالنسبة للحوثيين لكن لماذا جهات حكومية تتحدث السيدة إشراق لا تتعامل بشكل جيد مع اللجنة الوطنية ومع جهودها أنا أعتقد هذا السؤال مهم بما يفسر وأي يعني أنا لا أستطيع أن أعرف بما يفكر تحديدا أي جهة لا تتعاون مع اللجنة الوطنية لكن عادة جرة العادة أن الجهات التي مارست بعض الانتهاكات وكانت الانتهاكات فيها ممنهجة وواضحة أي أنها لم تكن انتهاكات حدثت عن طريق الخطأ أو عن طريق أفراد ينتموا لهذه الجهة الأمنية تتعاون عادة الجهات الأمنية تحاول أن تتغاضى ومثلا على سبيل المثال كان حتى في الفترات الماضية كان مثلا الجهزة الاستخبارات حتى اليمنية تحاول أن تتجاهل أن تتعاطى مع أي جهات قانونية أو أي منظمات حقوقية وأعتقد هذا ليس بالأمر الجديد الفارق في المسألة هو مدى قوة المؤسسات الوطنية ومؤسسات الدولة في التعامل عندما يتم التجاهل من قبل القوات الأمنية في الأخير الجهات الأمنية هذه يجب أن تخضع للقانون وبحكم تشكيلها وبحكم أنها في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية أي أنها يجب أن تخضع لسلطة القانون مدى قوة الإنفاذ هو يعتمد على مدى قوة مؤسسات الدولة ولذلك مرة أخرى أنا أؤكد على موضوع أنه بدون مؤسسات الدولة لا توجد حقيقة قيمة كبيرة لوجود مهما كانت قوة هذه التقارير القيمة الفعلية ستنعكس عندما يشعر المواطن أن مؤسسات الدولة بدأت تتحرك وتنفذ القانون بشكل حقيقي ينصفها أو يتعامل معها بشكل جديد طيب في هذه النقطة أسألك سيدة إشراق المقتري ما هو مصير هذا التقرير يعني الآن أنتم أشرتم بتقرير أنكم ستحيلون القضايا التي يتم البت فيها إلى النائب العام كيف هل اتخذت لنائب العام أي إجراءات هل تم الحديث فيها خارج إطار نشر أو الإعلان عن إصدار التقرير شكراً وقيت فقط أكمل جزئية بأن لا أقصد بأن ليس هناك تعاون أو تقاوب من الحكومة نحن استطعنا أن نقابل السلطة المحلية في مأرب السلطة المحلية في تعز السلطة المحلية في عدن السلطة المحلية في الضالع السلطة المحلية في القوف أيضاً عدد من بهذه الجهات الشرطة العسكرية وإدارات الأمن والسجون لكن أقول ليس هو المستوى المطلوب والمأمول من التنسيق ومن التواصل والردود على مكاتبات اللقنة الوطنية التي تأتي متأخرة ويفترض بأن مثل هذه المؤسسات هي الأسرع والأكثر تقاوب في مسألة التفاعل مع السفسارات وانتهاكات حقوق الإنسان خاصة إذا لم تكن متاهدة في موضوع المتعلق في مصير تقارير اللقنة وموضوع الملفات المحالة إلى الناعب العام قبل أن يتم إصدار التقرير في أسبوع كانت آخر دفعة سلمت والدفعة التي سلمت إلى النأب العام هي 14 416 ملف من الملفات من كافة محافظة الجمهور اليمنية هذه النأب العام ربما أيضا قطعنا وذكرنا أيضا في التقرير بأن عقدنا عدد من عمليات التواصل والمتابعة وربما هذا أيضا من الجهود التي تقوم بها اللقنة في مسألة أولا هو جهود في تفعيل القضاء وبدأت في شق موضوع انتهاك حوق الإنسان التي يعد شق جديد بالنسبة للقضاء الوطني أمر آخر يعني قرار تعديل قرار إنشاء اللقنة المادة خمسة في القرار يقول بأن اللقنة تحيل الملفات المنتهى بها إلى النأب العام للبيدي في مسألة إجراءات المحاسبة النأب العام كلف فريق قانوني بأربعة اثنين من القضاة الدكور واثنين من القاضيات الإناث لمسألة فحص الملفات التي مسلمة من اللقنة الوطنية والتنسيق مع أعضاء اللقنة أو طاقم اللقنة مسألة إكمالها والنظر فيها نحن بحاجة لأن ينظر القضايا يعني للأسف أول معوة يهدم في المؤسسات الدولة دائما أو الدول بشكل عام التي تخوض الصراع وما بعد الصراع هي مؤسسات إنفاذ القانون مثل هذا الطاقم الذي ربما كان عدد منه أيضا لم يكن مؤهل بذلك القدر من قبل الحرب فما بالك بعد الحرب أيضا موضوع جديد موضوع انتهاكات حلق الإنسان انتهاكات متعلقة بالقانون الدولي الإنساني مثل هؤلاء القضاة بحاجة إلى مسألة تأهيل رفع القدرات الرئيسية أيضا الضغط سواء من آليات العدال الانتقالي أو حتى الوكالات المتحدة العاملة في دعم الدول التي تعاني الصراع وما بعد الصراع في توضيح بأن الآلية الوطنية والمحاكم العادية الداخلية الوطنية هي المعنية بإجراء هذه المحاكمات وليس غيرها المحاكمة قبل قليل سيد براح حول هذه النقطة ونقطة مشابهة أمر عارض نعم تحدث سيد براح حول نقطة مشابهة وأنا أسأله هنا هذا التقرير كيف ستجد صدا لدى الأطراف الدولية لدى مجلس حقوق الإنسان أيضا أن تحدث قبل قليل على أنه اللجنة دولية إذا ما حدثت أو إذا ما شكلت لن تشكل إضافة أكبر مما حدث من اللجنة الوطنية للتحقيق إذن كيف تتوقع أن يكون صدا هذا التقرير في الأوساط الحقوقية الدولية ومستوى التعامل الإنسان دوليا يعني أنا أعتقد يعني مشكلة كبيرة أنه في دز كبير من الملف الفقوقي حقيقة تم يعني خلينا نقول تم تسييسه بطريقة بطريقة أو بأخرى التقارير اللجنة الوطنية خصوصا التقارير الأخيرة ينظر لها حقيقة بنوع من من التأييد وهناك دعم كبير لما توصلت إليه اللجنة الوطنية لكن هي يعني ما هو يعني باختصار اللجنة الدولية ماذا تنظر أن دورها الحقيقي في اليمن هم يعتقدوا بالذات المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتقد أن مهمتها الآن هي تتجاوز اللجنة الوطنية هي مهمتها أنها ستستطيع أن تضغط على دول التحالف تحديدا لوقف عملياتها العسكرية ووقف العمليات العسكرية هذا قرار سياسي متعلق بالحالة التي وصلت بها الحالة السياسية والأزمة السياسية والعسكرية التي وصلت لها البلد ولكن في لحظة معينة تعتقد الكثير من المنظمات أنها تلعب دورا ربما أن يكون لديه إنعكاسات سياسية تعتقد في وجهة نظرها أنها تكون لديها يعني تكون نتائجها إيجابية على المواطن اليمني خصوصا إذا تم توقف عمليات التحالف طبعا المفوضية أيضا منذ فترة طويلة وهي أعتقد أنها تحلم أن تكون لديها فرصة لأن تكون هناك آلية لمحاكمات دولية أو جلسات استماع دولية يتم فيها نوع من إنصاف الضحايا ورغم أن الآليات الدولية لم تتطور إلى هذا الحد ولكن بطبيعة الحال عندما تكون هناك أزمة كبيرة مثل ما هي الحاصلة في اليمن تتجدد الفرصة مرة أخرى لدى العاملين في مجال حقوق الإنسان خصوصا على المستوى الدولي أن يجددوا مثل هذا المطلب من جديد فهي حالة تتكرر في اليمن تتكرر في سوريا تتكرر حتى الآن في فنزويلا تتكرر في مناطق كثيرة حول العالم والإشكالية أعتقد النقطة الأساسية أن لا ينظر إلى أن المؤسسات الوطنية هي مؤسسات جديرة بأن تحمل ملف ثقيل كحالة انتهاكات بمستوى الحرب التي حصلها في اليمن فبدلا عن دعم المؤسسات الدولة أو الآليات الوطنية لإيجاد حلول وطنية وتقوية مؤسسات إنفاذ القانون يتم اللجوء إلى مثل هذه الآليات الدولية كمحاولة هل يمكن يعني ما الذي يمكن أن يقنع المفاوضية السامية لحقوق الإنسان أو الوسط الحقوق الدولي إن صح التعبير بأعمال هذه اللجنة بهذه التقارير هل يمكن أن مثلا أن تتوقف الحرب وتبدأ أليات محاسبة أن يقنع مثلا الفاعلين الدوليين في هذا الملف بشكل أكبر طبعا هذه خليني اسمح لي أجاوب عليها في شقين ما الذي سيقنع المفاوضية أو ما الذي سيقنع المنظمات الدولية لا أعتقد أن هناك شيء سيقنعها اللجنة الوطنية ليس من مهمتها أن تقنع المفاوضية ولا من مهمتها أن تقنع المنظمات الدولية أعتقد أن أكبر مهمة لدى الآليات الوطنية أنها تقنع المواطن اليمني أن هذه آلية فعالة للتوثيق والرصد وتستطيع أن تتطور في أداءها من سنة إلى أخرى وبعد ذلك تستطيع من خلالها الضغط على الحكومة اليمنية في إيجاد أو تقوية مؤسسات الدولة لتقوية مؤسسات إنفاذ القانون داخل اليمن فمهمة أعتقد من درجة أساسية هي أقنع المواطن اليمني أكثر من ما أن تقنع الجانب الدولي النقطة الثانية والتي هي مهمة أعتقد في سؤالك بمجرد توقف الحرب إذا توقفت الحرب غدا للأسف هذا هو الواقع الملف حقوق الإنسان في اليمن ستكون قضية منسية وهذا حصل في كثير من الدول حول العالم وعادة إذا تمكنت عادة المنتصر هو من يصيغ يعني شروط اللعبة فالآليات الدولية مرة أخرى إلى هذه اللحظة لم تتطور إلى الدرجة الكافية للوصول إلى آليات عدالة على مستوى دولي مثل ما يتخيل الكثيرون سيدة إشراق ولا أريد أن أكون هنا متشائما هل تتشاركين ذات المخاوف التي لدى السيد البرا فيما يتعلق بنهاية المطاف إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وإن طالت المسألة أنا دائما أنظر للمبدأ الرئيسي في حقوق الإنسان بأن حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم يعني البراء وغيرنا من المدافع عن حقوق الإنسان نعمل في هذا المضمار يعني منذ سنوات طويلة ولهذا لو يعني تسلل اليأس إلى نفوسنا لما استمرين في هذا العمل ولما استطعنا أو استطاع يعني أقل حقا لقنا وكادرها الذي يعني مكون من شرائح مهمة جدا من القانونيين من بناء مؤسسة من العدم وإصدار يعني ثلاثة أو ستة تقارير خلال ثلاث سنوات باعتقاد هذه نقطة بالعكس يعني كلما ربما زاد لنقول الصعوبات كلما فكرنا وعملنا بشكل قدي وبشكل أكبر لتدليل هذه الصعوبات ما ذكره البراء هي يعني حقائق وواقع يعني نقول هو شيء واقعي ومخافف طبيعية سواء في اليمن أو في غيرها من الدول التي تعرضت لانتهاكات جمة سواء أثناء نزاع مسلح أو خارج النزاع المسلح أو قبل الصراعات والحروب الأهلية هي مور طبيعية دائما مسألة الانتصار في حلوق الإنسان هو خط طويل ويحتاج ننفس طويل وربما النقطة التي ذكرها وهي ترتكز أولا على الضحايا لأن حقوق الإنسان هي بالأساس هي حقوق يعني ثابتة وأصيلة ولا تسقط بالتقادم وبالتالي يجب أن تكون هنا قناعة الضحايا بأن أي سياق سياسي أو أي مرحلة من المراحل يعني لا يمكن أن نقول تطوي هذه الصفحة إلا إذا يعني قناعة للأسف هؤلاء أو تسلل إلى نفوس الضحايا لأنهم لا يستطيعون محاكمة ومحاسبات متسببية الانتهاكات يعني لهذا ربما نحن في لجنة الوطن نرى أن المدخل الرئيسي والنقاح الرئيسي الذي نراه ونعتز به بأننا حفظنا لمثل هؤلاء الضحايا الكثير من أدلة الإثبات والكثير من نقول الوسائل المعينة التي تساعدهم في إثبات حقوقهم بطرق سواء طرق التقاضي المباشر القضاء الوطني أو بطرق العدالة الانتقالية أو أي سبل أخرى يراها المواطن تطورت في المستقبل آليات الإنصاف أو آليات الحماية سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية هذا بالنسبة لنا نراه الكثير من التحدي الذي استطعنا نسيت نقطة سيدة نعم فيما يتعلق بتنفيذ التقرير وكذا أن هناك بقرارات كان هناك لجنة أو فريق مساند ومساعد ومساند لللجنة الوطنية للتحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الإنسان هل لجنة الخبراء خلال هذه الفترة كانت مستمرة في تقديم الدعم اللوجستي وتقديم الدعم الفني أيضا لكم خلال هذه الفترة بقرار مجلس حق الإنسان يعني واضح أو القرارين بالنسبة لهذا الفريق هو لا يتبع اللجنة الوطنية ولا يسرد اللجنة الوطنية هو فريق من الخبراء تابع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن وسائل المفوضية السامية في مسألة تقييم واضح حقوق الإنسان في اليمن الدعم الذي ينص على الدعم لللجنة هو ليس من فريق الخبراء إنما من المفوضية السامية طبعا طيلة الخمس سنوات يعني أربع سنوات خمسة تقارير تتكلم عن ضرورة قيام المفوضية بدعم اللجنة حقيقة مستوى العلاقة والتواصل بين اللجنة الوطنية ويوجد التواصل جميل ومتقدم جدا بين اللجنة المفوضية لكن ما يزال هذا الدعم ضئيل ويعني ضعيف نحن ذكرنا ونتخاطب وإنما نلتقي أيضا نلتقينا يعني مرتين أو ثلاث مرات في سبتمبر 2018 ثم التقينا في نوفمبر 2018 ثم في ديسمبر أيضا لقائم في يناير في فبراير وفي مارس مع نائبة المثل المفوضية في اليمن ناقشنا فيها طريقة تنفيذ الأنشطة وضرورة رفع مستوى الدعم لا سيما في القانب الخبراتي والشيقة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ومسألة تحليل الصور الانتهاكات عبر الأقمار الصناعية ربما هذه نقطة نذكرها دائما بأننا ما نزال بحاجة إلى استجابة وتنفيذ المفوضية لالتزاماتها للقنة الوطنية للتحقيق بالدعم الحقيق والفعال لأن الدعم ما يزال متدني بالرغم كما ذكرت من العلاقة الإيقابية والرائعة بين اللقنة وبين المفوضية بشكل عام ولاسيما مكتب المفوضية في اليمن بعود إليك سيد شيبان يعني هل هناك مخاوف بأن تأتي أي تسوية سياسية لتدفن في نهاية المطاف أو تبعد إنصاف الضحايا عن التحقيق أو عن التحقق في فترة من الفترات في المستقبل أعتقد الأسف هي الإشكالية أن اليمن لديها يعني تاريخ من التسويات التي عمليا تحاول أن تدفن حالات انتهاكات حقوق الإنسان وبالتالي تؤدي إلى عدم إنصاف الضحايا حتى بالمستوى الأدنى من الإنصاف لكن اتفق مع ما ذكرته إشراق أعتقد المهم بما قامت به اللجنة الوطنية أنه لأول مرة لدينا حالات موثقة حالة بحالة لعدد ونوعية كبيرة من الانتهاكات حدثت في مرحلة زمنية محددة هذه الانتهاكات يجب أن يتم التجاوب أو إيجاد أجوبة حول من المتسبب لها وما الذي سيحدث لمثل هذه القضايا هناك حالة مرفوعة لأنها بلعام أعتقد هذا تقدم مهم حتى وإن لم يتم إنصاف الضحايا بشكل مباشر لكن على الأقل لديك آلية حددت بشكل واضح رصدت بشكل دقيق لحالات متنوعة لانتهاكات حقوق الإنسان فإذا انتقلنا إلى مرحلة على الأقل عدالة انتقالية سيشعر الضحايا أن هناك نوع من الإنصاف بأنه قضاياهم والانتهاكات التي طالتهم لم يتم تجاوزها ولم تذهب طي النسيان أشكرك سيد براشيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان كنت معنا عبر السكايب من لندن وكذا شكر موصول لسيدة إشراق المطر عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعات انتهاكات حقوق الإنسان كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحرير إلى الإنسان اشتركوا في القناة